نظم جمعية البحرين الأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل فعالية ماراثون للتوعية بالتوحد وذلك تحت رعاية سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية وبحضور الدكتورة الشيخة رانيا بن تعالي آل خليفة رئيسة الجمعية وبهذه المناسبة أكد وزير التنمية الاجتماعية حرص واهتمام الحكومة بتوفير أفضل عوامل الدعم للطراب طيف التوحد الأمر الذي يعكس تقدم مملكة البحرين على صعيد رعاية وتأهيل هذه الفئة واحتوائهم بكافة أشكال العناية اللازمة ليكونوا أفرادا نافعين لأنفسهم ومجتمعهم مشيرا في هذا السياق إلى أهمية تعزيز مبادئ المسئولية المشتركة التي تحتم مواصلة الجهود المبذولة لبلوغ مجتمع واع وقادر على مواكبة وتلبية احتياجات المصابين بهذا النوع من الاضطراب وأشهد الوزير العصفور بالجهود الإنسانية التي تبذلها جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل في مجال تمكين ذوي التوحد لافتا إلى أن تنظيم الجمعية لهذه الفعاليات التنموية يسهم في تعزيز الفرص والوصول بجميع الأفراد الذين يعانون من صعوبات في السلوك والتواصل وعائلتهم وأفراد المجتمع للمشاركة المجتمعية الفاعلة ترجمة نانسي قنقر